موسيقى هذه نشرة الثامنة مساء من الميادين نستهلها بالعنوين موسيقى كيلو متر واحد يفصل الجيش السوري عن تطويق الإرهابيين في حرستا ومجزرة تركية في جنديرس موسيقى روحاني يؤكد للودريان التزام بلاده بالاتفاق نووي ويقول إنه لحل في سوريا سوى بدعم دمشق موسيقى ترامب مستقبلا نتنياهو أعلى الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات وقد افتتحوا السفارة الأمريكية في القدس شخصيا موسيقى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يطلق عمليات فرض القانون في جنوب البلاد موسيقى أهلا بكم حرر الجيش السوري عددا من المزارع والنقاط جنوب شرق مشفى البيروني شرق مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق تحرير المزارع تم بعد مواجهات مع حركة أحرار الشام ومع هذا التقدم يتبقى الجيش السوري نحو كيلو متر واحد للوصول إلى محطة وقود البيروني وبالتالي تطويق المسلحين فيما بقي لهم من مساحة في حرستا بشكل كامل محمد الخضر نحن هنا في آخر قرية بيت نايم في عمق الغوطة الشرقية الجيش السوري يضغط بقوة على دفاعات المسلحين وقد كسرها في قرية المحمدية المجاورة المسلحون هنا هم من مجموعات فيلق الرحمن العملية العسكرية امتازت بسرعة ومواجهة عواءة خندسية خنادق وبعض المسطحات المائية التي أوجدها المسلحون وأيضا بعض الدشم والتحصينات مسلحين عاملين خنادق ومحاطين مواناة مائية والحمد لله قدرنا بالطريق الدباب الجسرية أنه نقدر نقطع المواناة المائية الحمد للعملية هلا باتجاهها للدعوة المحمدية والحمد للشباب كسروا الخط الدفاعية وإن شاء الله فترة قليلة تكون الدعوة كلها بنتابع باتجاه الأشعرية واتجاه المهمة البعض إن شاء الله هذا التحصين في نقطة متقدمة من قرية بيت نايم باتجاه المحمدية هذه التحصينات التي كانت لمسلحي فيلق الرحمن باتت الآن تحت سيطرة الجيش السوري نحن في كتيبة الدفاع الجوي في عمق الغوطة الشرقية لدمشق هذه القاعدة استعادها الجيش السوري في المعارك مع جيش الإسلام وجبهة النصرة موقعها استراتيجي في الواقع تقع إلى القرب من حوش الظواهرة العمليات العسكرية مستمرة في الواقع في عمق هذه الغوطة هون كتيبة الدفاع الجوي تم تحريرها عن جديد قريبة حوش الظواهرة وهون كله الحمد لله صار آمين والتقدم مستمر لدحر الإرهاب إلى مدينة دومة حصار مدينة دومة نحن في هذا المرصد المتقدم والمشرف تماما على مزارع الرحان الجيش السوري يستهدف بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية خطوط التنقل ومراكز قيادية وتابعة للمسلحين مسلحي جيش الإسلام وجبهة النصرة في هذه المزارع الرحان تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات فقط إلى الشمال الشرقي من دومة هذه ضمن عملية عسكرية واسعة للجيش السوري تمكن خلالها من استعادة حوالي أربعين بالمئة من مساحة الغوطاء الشرقية برمتها خلال الأيام القليلة الماضية تقدم آخر حققته وحدة من الجيش السوري في محيط مشفى البيروني باتجاه محاصرة المسلحين في حرستا محمد الخضر من قرية المحمدية في الغوطة الشرقية الميادين وإلى ذلك دخلت شاحنات المساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة إلى الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين بتسهيلات من الجيش السوري القافلة ضمت 24 شاحنة على متنها 5500 سلة غذائية 16 شاحنة أخرى نقلت مواد طبية فيما حملت 6 شاحنات نحو 5000 طن من الطحين لكن هذه هي القافلة الأولى التي تدخل منطقة الغوطة الشرقية منذ إقرار القرار يوم 24 فبراير نجحنا أمس بالليل إلى إدخال القافلة بالتعاون مع السلطات المحلية والهلال الأحمر والصديب الأحمر إلى منطقة الدار الكبيرة في شمال حمص يعني قافلتين متتاليتين نأمل في أن نكرر هذه القافلة يوم الخميس القادم وغيرها من القافل كل ما احتاج الأمر القافلة فيها مواد غذائية ومواد طبية ومواد تغذوية خاصة بالأطفال تحديدا 46 شاحنة طبعا تم إنقاص بعض الكميات للأشخاص من قبل السلطات المحلية ولذلك نأمل التعويض يوم الخميس طالب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالضغط على الحكومة السورية من أجل تطبيق القرار الأممي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا قصر الإليزة أشار في بيان لها إلى أنا ماكرون قال في اتصال هاتفيا مع بوتن إن دمشق تمنع إدخال المساعدات إلى الغوطة داعيا موسكو إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها في عفرين شمال سوريا أصيب واحد وعشرون مدنيا في قرية برامبا التابعة لراجو جراء القصف التركي المتواصل على المنطقة موفد الميادين إلى عفرين نفى الأنباء التي تحدثت عن سقوط جنديرس والشيخ حديد بيد القوات التركية ووفق مفادنا فإن المنطقتين لا تزالان تشهدان اجتباكات عنيفة بين القوات المدعومة تركيا ووحدات حماية الشعب وإلى ذلك قالت مواقع كردية إن الطائرات التركية ارتكبت مجزرة جديدة في ناحية جنديرس أدت إلى سقوط عددا من الضحايا بين شهداء وجرحة ونشرت صفحة عفرين الآن على الفيسبوك مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه آثار للغارة التركية تحدثت عن سقوط شهداء وجرحة لم تتمكن فرق الانقاذ من إجلائها من نتيجة استمرار القصف المرصد السوري المعارض تحدث عن سقوط ثلاثة عشر شهيدا في القصف التركي على جنديرس أكد رئيس الإيراني حسن روحاني لوزير الخارجي الفرسي جان إيف لودريان التزام بلاده بالاتفاق النووي وفي شأن السوري قال روحاني إنه لا يوجد أي حل للأزمة سوى دعم الحكومة في دمشق لودريان التقى في طهران عددا من المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا أن عدم التزام البعض في الاتفاق النووي لم يعد مقبولا أحمد البحراني هي أول زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي رفيع لإيران في عهد الرئيس ماكرون وزير الخارجية جان إيف لودريان يحاول تفكيك عقد العلاقة بين طهران وباريس على خلفية جملة ملفات شائكة على رأسها الاتفاق النووي وبرنامج إيران الصاروخي ودورها الإقليمي والأزمة السورية العلاقات الإيرانية الفرنسية غير مستقرة منذ فترة طويلة ويجب أن نرى ما إذا كان بإمكان الفرنسيين اتخاذ سياسات مستقلة عن أمريكا هذه الزيارة بحد ذاتها إيجابية وتشكل اختبارا لهم زيارة لودريان بالنسبة للبعض في إيران جاءت بمثابة نافذة أمل لتحسين العلاقات السياسية المتوترة منذ سنة آخرون من المحسوبين على التيار الأصولي لهم رأي آخر ففرنسا لا تبحث إلا عن مصالحها الاقتصادية ومهمة الرجل في طهران ليست سوى لجني النقود لوزير الخارجية الفرنسية مهمتان الأولى أوروبية لحط طهران على تحجيم مشروعها العسكري ونفوذها الإقليمي والمهمة الثانية فرنسية لجني الأرباح ما يهم فرنسا هو مصالحها الاقتصادية فقط وكان على الخارجية أن تكشف عن حقيقة النيات الفرنسية الضيف الوقح خدم ترامب الفارسي في طهران مرة أخرى فاريس في زي الشرطي السيء هكذا استقبلت صحف إيرانية الضيف الفرنسي أزمة ثقة واضحة بين البلدين عكستها تصريحات الإيرانيين وهم يستغفون لودريان بنظر طهران لا تحتاج باريس لبناء ثقة من جديد سوى لرؤية مستقلة عن أمريكا ونوايا حسنة وبنظر باريس أن تقوم طهران بتقليص نفوذها في المنطقة ونشاطها الصاروخي رؤيتان تجعلان من مهمة بناء الثقة هذا شبه مستحيلة أحمد البحراني طهران لقناة الميادين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو في البيت الأبيض قال ترامب إنه قد يحضر افتتاح استفارة الأمريكية في القدس شخصيا من جهته هاجم نتنياهو إيران التي قال إنها تنشر قواتها على حدود إسرائيل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مساعدا ثالثا لرئيس الأزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو وقع على اتفاق لتقديم شهادة ضده في قضايا فساد وأضافت أن المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو نير حفتس وقع اتفاقا يقدم بمجيبه كل ما لديه من معلومات من دون أن تستخدم مواد إدانة ضده وهو بذلك ينضم إلى اثنين آخرين من شهود الدولة من خلية رئيس الحكومة ما يشكل زلزالا في تحقيقات نتنياهو بحسب تعبير وسائل الإعلام الإسرائيلية في ظل الأزمة التي تعصف بالإتلاف الحكومي في إسرائيل يجري الحديث عن امتلاك رئيس الحكومة بن يامين نتنياهو الكثير من الأوراق للسير نحو انتخابات مبكرة يتصدرها حزبه تقرير منال إسماعيل مع اجتداد أزمة قانون تجنيد المتدينين في الجيش الإسرائيلي وتمسك الأحزاب الحريدية بموقفها إضافة إلى أزمة الموافقة على ميزانية العام 2019 ترتفع فرص الذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل اختيار رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو عدم الانشغال الجدي بالأزمة الحالية في اتلافه إلى حين عودته من الولايات المتحدة رأى فيه مراقبون نوعا من الخطة المعدة مسبقا مع الأحزاب الحريدية لحل الحكومة مسؤولون كبار في حزب الليكوت قالوا لنا إنهم يشكون في أن نتنياهو قد جند الحريدين لخلق هذه الأزمة كما أن مصادر في الاتلاف الحكومي قالت لنا إن رئيس الحكومة يريد انتخابات ولو كان لا يريدها لكان عملاء على حل هذه الأزمة بسرعة كبيرة مراقبون رأوا أن التصعيد الكلامية وتهديدات رؤساء الاتلاف الحكومي وقانون التجنيد والموازنة هي عقد يستطيع نتنياهو حلها وأن عدم اختياره فعل ذلك يدل على أن لديه أسبابا جيدة لذلك فتجارب الماضي تشير إلى أن نتنياهو لن يتوجه أبدا إلى الانتخابات قبل أن يضمن الاتلاف المستقبلي أو على الأقل قاعدة متينة له بسبب التحقيقات والتوصيات مع نتنياهو توقع الجميع إجراء الانتخابات في بداية العام 2019 أي انتخابات مبكرة بالتأكيد من الأفضل لنتنياهو أن تكون الانتخابات في شهر أيار مايو فاليمين لا يزال معه بالرغم من التحقيقات هذا سبب وسبب الآخر أن لدى نتنياهو حتى شهر أيار جدول مواعيد سياسيا مليئا بمطاب هناك خطاب الذكرى والاستقلال ونقل السفارة إلى القدس وزيارة ترامب وبموازاة الاعتقاد السائد في إسرائيل بأنه تتوافر لنتنياهو كل الأسباب التي تدفعه للسير نحو انتخابات مبكرة الآن أظهر استطلاع للرأي تقدم الليكود بتسعة وعشرين مقعدا في حال تقديم موعد الانتخابات الآن نشرة ثامنة مستمرة معكم فيها بعد هذا الفاصل الاتحاد العام التونسي للشغل يتهم بعض الأطراف بالهيمانة على الانتخابات البلدية جديد أهلا ومرحبا بكم في ليبيا أمر قائد القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر بإطلاق عمليات فرض القانون جنوبية البلاد وكالة الأنباء الليبيا ذكرت أن تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة بينها طائرات مقاتلة وصلت إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة تثبيت الأمن في مناطق الجنوب أنبا غازي يضم إلينا ناطق رسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العقيدة أحمد المسماري أهلا بك سيادة العقيد إذن نفهم بداية لماذا أطلق المشير حفتر هذه العملية فعليا عملية فرض القانون في جنوب البلاد السلام عليكم وحييكم وحيي كل أخوة المشاهدين وأشترككم على تمام بيشان ليبي بالتأكيد هذه العملية تأتي في طار المهام المنطبة بالجيش الوطني الليبي قانون صيدي القيادة العام بتوجيه قواتي لمنطقة جنوب سبهل جنوب ليبيا الجنوب الغربي للمساهمة في فرض الأمن وفي إنفاذ القانون في تلك المنطقة يأتي بعدها نداءات متكررة من سكان المنطقة وكذلك نظرا للأحداث الجارية الآن التي تدفع حولها كثير من اللغة وأصبحت هذه المنطقة مصرح حقيقة لعديد من الصراعات التي تحتاج إلى وقفة جادة لإنهائها من أجل سلامة المنطقة ومن أجل سلامة المواطن أود أن أعرف تلك المنطقة تلك المنطقة صعبة جدا منطقة صحراوية في العمق الليني الغربي تحدها جزائر والنيجر والتشاد وبالتالي سكان تلك المنطقة لديهم امتدادات اجتماعية وقبلية مع دول جوار بشكل كبير جدا لديهم تعامل بعد سبطة شدرائر وبعد انتهام عمر القذافي وانتهام وشلل تام في حرس الحدود أصبحت هذه القابلة تتواصل مع بعضها وأصبحت كثير منطقة كأنها أراضي قبلية مفتوحة أمام هذه التجمعات مثل التب ومثل أولاد سليمان حتى أولاد سليمان لديهم تواصل ولديهم جذور في مناطق أخرى مثل نيجر أصبحت منطقة صراعات حقيقة قبلية ومنطقة كل قبيلة تحاول بسط نفوذها على المنطقة تجاهل تماما المصلحة العليلة للوطن تجاهل تماما مصلحة المواطن الليبي وبالتالي القيادة العامة قررت اليوم بالدخول بقوة في فرض الأمن في منطقة جنوب الليبيا ومنطقة فلزان لكن هناك من يقول بأن فرنسا وقطر لهما يد طولة فعليا فيما يجري في هذه المنطقة بإطار إشعال الفتنة ما بين تبو وما بين أولاد سليمان بالتأكيد إذا أتينا من ناحية تاريخية ومن ناحية ندخل في عمق التاريخ لم يسجل التاريخ صابقا أي صدام بين أولاد سليمان والتبو على الإطلاق بالمقبائل متجاورة متحبة متآخية منذ عدة قرون ولكن للأسف الآن أصبحت حتى المشكلة الصغيرة بين صبية صغار نجد هذه المشكلة تكبر بشكل سريع جدا ويضخ عليها إعلاميا ويضخ عليها ماليا نحن مستعين جدا من دور قطر في كل الأزمات الليبية كل أزمة في ليبيا كل مشكلة في ليبيا كل صدام مسلح في ليبيا نجد خلفه قطر وتركيا والسودان وغيرما الدول الإرهابية التي تدعم التي لا تريد استقرار الدول الليبية حتى يتم تنفيذ البرنامج أو المنهج اللي تم وضعه لها من قبل هذه الدول وهنا وعبر قناتكم هذه المسؤولية لسه مسؤولية المجتمع الدولي ولسه مسؤولية أحد بل هذه مسؤولية الليبيين الليبيين يوم من فتحه الصفارات لدخول الأجنبي ودخول أجندة أجنبية على السياسة الليبية وحتى على النسيج الاجتماعي الليبي لكن اسمح لي بما أنك هنا تتحدث عن قطر هناك أيضا من يقول طيب قوات المشير خليفة حفتر أو الجيش الليبي أيضا مدعومة إماراتيا أولا دعيني أنهي هذا الجدل عبر قناتكم الجيش الوطني وليس حفتر حفتر أنه قائد تم تكليفه من قبل الشعب ومن ثم تحقق على الشرعية من قبل البرلمان الجيش الوطني الليبي لديه شرعية كاملة سواء من الشرع الليبي أو من البرلمان الليبي لدينا قرارات عديدة من البرلمان الليبي مثل ترقية الاحتماد القيادة العامة قرار رقم واحد لسنة 2015 كذلك لدينا رئيس الأركان عن المبثقة عن البرلمان الليبي وتقريبا من حق جيش الوطني الليبي مثل أي جيش آخر أن يقاتل مناج البلاده نحن نقاتل مناج البلاده لحد الآن وعلى فكرة لحد هذه اللحظة ما ذكرتي من دول هي داعم معنوي أكثر منها داعم لوجستي هذه الدول بالكامل مقيدة بفرض الحاضرة وبهذه العقوبة حقاة الجسيمة على التقع على جيش الليبي وتدفع ثمنه كل يوم رجال وتضحيات نحن نمتسل لذلك بشكل جيد وكل الدول العالم وصلنا معها من أجل إضاحة القضية الليبية نقاتل من أجلها نجد أمامهم برغم التعاطف وبرغم معرفتهم وإدراكهم بحجم القطر التي في ليبي لأنهم يتحججون بالحظة المفروض على تسليح الجيش الوطني الليبي في الوقت الذي قطر وتركيا تضخ السلاح والمال والمقاتلين لجماعات الرابية الأخرى سيادة العميدة العقيدة أحمد المسماري لفتني إلى أنك تحدثت عن الدور القطري الدور التركي والدور السوداني حتى لكنك لم تركز على الدور الفرنسي فرنسا إلى أي حد لا تتدخل في الشؤون الليبي وما الذي تريده أولا دعيني تحدث بشكل أوسع نحن أنا نتحدث مع دول نقوم بالإمداد المباشر للعصابات الإرهابية سواء للقاعدة أو لداعش أو للأخوان المسلمين والدروع ومعرق دروع أو قوة دروع ليبيا التي هي الجناح العسكري لأخوان المسلمين هناك دول تقوم بإمداد مباشر نحن مستعين من هذا الإمداد المباشر ونعلم كذلك أن هناك دول أخرى تعمل في ليبيا عن طريق استخداراتها وعن طريق مواليين لها داخل ليبيا فطاعة أن تصنع مواليين واستخدارات وتجليد الليبيين والليبيات في عمل استخدارات قدر عزك الله نحن نعلم ذلك جيدا ولكن ما يضرنا على الأرض هو الإمداد المباشر لجماعة الإرهابية ما طال عمر المعركة في طانغازي أربع سنوات هو الإمداد الذي كان يأتي لهذه الجماعات الإرهابية في الوقت الذي كان الجيش يبتزل للحضر وكنا كلما نقوم بتقدم لاجح تظهر لدينا هالة إعلامية أخرى من الخارج تحاول تشويه هذا الانتصار وهذا التقدم وهذا يدل لقاطعة نحن نعلم كل شيء ونعلم ماذا يجري في ليبيا ونعلم حتى دبت المملة على الأرض الليبية ولكن هناك دول الآن لا نستطيع أي حال من الأحوال أن نفرض الآمن بشكل كامل لأن الدول الليبية الآن منتهقة هل تنسقون في إطلاق هذه العمليات في الجنوب الليبي مع حكومة الوفاق الوطني وإلى أي حد ولماذا لا لا نحن أقولها يجري لدينا أي تنسيق مع الرئاسي أو الحكومة الوفاق لا يجري حكومة الوفاق حتى دي الساعة باعتبار لم تمر عبر البرلمان وهناك أربع نواب خارج أو أربع أفراد أعظام منها خارج لكن عميد بلدية سبهة حامد رافع الخيالي يقول أنه هناك تنسيق على الأرض ما بين قوات المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني دعيني مما يقوله حامد أو غيره أنا أقول لك ما هو رأي القيادة العامة يعني تنفي حضرتك ننفي 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 سبهة والقرى والمدن التي حول سبهة العمليات العسكرية الغير مشروعة والغير شرعية والتي تحتبر انتهاك لأمن وسلامة الأراضي اليبيا أشكرك العقيدة أحمد المثماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اليبية كنت معنا وبشرة من بنغازي وإلى تونس حيث مكن الدستور التونسي المجالسة البلدية من سلطات واسعة كانت تفتقدها خلال فترتين حكم الحبيب بورغيبة وزين العابدين بن علي لكن ذلك لم يحل دون وجود مخاوف لدى الأوساط السياسية والحزبية التي تران تطبيق صلاحيات واسعة لحكم محلي قد يهدد وحدة البلاد مراد الدلانسي المصادقة على دستور الفين واربعة عشر كانت حدثا تاريخيا في تونس لما تحتويهم فصولا ثورية وتحديثية لم تشهدها البلاد من قبل الحكم المحلي خصص له بابا كاملا هو الباب السابع الذي يضع أسس مرور تونس من المركزية إلى المركزية الانتخابات البلدية هي أحد أهم أركان الحكم المحلي لكن يبدو أن هناك تخوفا كبيرا لدى بعض الأحزاب قد يمنع أو يعرقلوا تطبيق الحكم المحلي من الشروط الأساسية لفعلا تنزيل الباب السابع وتحقيق سلطة محلية هو مراجعة شاملة لمجلة الجماعات المحلية التي منذ السبعينات أو آخر السبعينات لم تنقح أو لم تراجع التي هي مبنية ضمن فلسفة الدولة المركزية التي كل القرارات هي قرارات مركزية والسلطة المحلية هي عادة تأخذ طبع استشاري رئيسة الحزب الدستوري الحر عابير موسي عارضت بقوة تطبيق الحكم المحلي الذي سيؤدي إلى تفتيت الدولة وسحب البصاط من تحت قدمي السلطة المركزية في العاصمة حركة النهضة تعتبر من أكثر الأحزاب دفاعا عن فكرة امتلاك البلديات هامشا واسعا من حرية التحرك وأخذ القرارات بعض الأصوات الخايفة ماهت تغير هذا وخايفين على وحدة البلاد وما إلى ذلك ولكن في الحقيقة هو ماهو إلا حانين للماضي يحب الدولة المركزية يحب النظام الرئاسوي يحب كل شيء معناها بيد شخص المدافعون عن مبدأ مركزي يعتبرون أن من أسباب غياب التنمية في تونس ضعف الصلاحيات الممنوحة للمحافظات والبلديات لتكون المجالس البلدية التي ستنتخب أمام اختبار حقيقي حول مدى إمكانية نجاحها في اتخاذ القرارات وتحسين ظروف المواطنين المعيشية التخوف من النتائج السلبية لتطبيق الحكم المحلي على وحدة البلاد قائم في تونس في مقابل رأي يدعم بقوة توزيع السلطة بين المركز والأطراف فهل ستنجح البلديات التونسية في فرض تطبيق الباب السابع من الدستور وممارسة سلطاتها الواسعة مراد الدلنس تونس الميادين النشر انتهت نذكر بعناوينها كيلو متر واحد يفصل الجيش السوري عن تطويق الإرهابيين في حراست ومجزرة تركية في جنديرس روحاني يؤكد لي لودريان التزام بلاده بالاتفاق النووي ويقول انه لا حل في سوريا سوى بدعم دمشق ترامب مستقبلا نتنياهو على الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات وقد افتتحوا السفارة الأمريكية في القدس شخصيا قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يطلق عمليات فرض القانون في جنوب البلاد والتفاصيل أو فحول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية شكرا للمتابعة دون توم سليمي